تجه أكثر من 12 ألف شجرة مثمرة خطر الجفاف بمنطقة راس العيون بولاية باتنة وهو ما كبد الفلاحين خسائر كبيرة تضاف إلى ألاف الأشجار التي أطلفت في وقت سابق حالياً نقطع هذه الشجرين نقطعيث يقول نكسيث ونبغا نستريس يكون مكامي نكسيث الجفاف ولا شغل في المؤمن بالنسبة لي نحن بغينا الماء برك هذا ما كان باش نخدمه وفي الوقت الذي يؤكد المتضررون أن الرحل الوحيد لهذه الوضعية هو حفر أبار ارتوازية تربطه بالبستين من أجل إعادة الحياة لألاف الأشجار المثمرة الحل يطلبون مربي والسلطات يعونونا والسلطة يديرون عونونا لنحفروا البيار بالسلطة والله باليد يخلص يسهلون وخلاص باش نخدموه حلال فلاحين قمنا بتكفل بانشغال تحم حيث تم إحصاء جميع الأشجار المثمرة التي جفت هذه من جهة من ثانية تم تبليغ هذا الانشغال إلى السلطات المعنية على مستوى الولاية وعلى مستوى الدائرة وكذلك تم في بعض الأحيان هناك بعض الأمراض التي تتعرف قجفة الأشجار تم تبليغ مقاية النباتات باش تكفل من ناحية معالجة الأشجار التي لم تشف الانسعة يذكر أن هذه البستين كانت تنتج ما لا يقل عن ألفي طن من مدة دمشمش خلال السنوات الماضية اليوم خطر الاندثار نهائيا